السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبوا به العمال والموظفين والجماعات الإقليمية من خلال إعداد نص هذا النص يهدف إلى تعديل المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون الأساسي بإدراج أحكام التنظيمية تتوافق مع الظروف الحالية على غرار تثمين شهاداتهم لضمان سير أمثل لجماعات عفوا المحلية مبروك عليكم خمتي لهذا القرار وهذا التثمين والتي تعتبر العمود الفقري للتنمية وعمال البلديات هم عمال الوظيف العمومي هذه الشريحة قد همشت منذ زمن وأنا الأوان لأخذ بيدها إلى بر الأمان وتطبيق مطالبها كما تعلموا البلدية والوظيف العمومي والتكوين لهم نفس التصليف ولكل قطاع له حالته الخاصة والمطالب يعني هذه حق مشروع وأهم مطالب هذه الفئة هي تعديل قانون الأساسي والنظام التعويذي لعمال البلديات حيث يتماشى مع متطلبات هذه الفئة هؤلاء العمال والنقابة المستقلة لمستخدم الإدارة العمومية طالبت من الاستفادة منخصة استثنائية مثلها مثل باقي القطاعات الأخرى من حقهم أكيد والتي استفادت سابقا من هذا الإجراء وقد طالبوا مرانا متكرارا من السيد الوزير الأول والسيد رئيس الجمهورية بعت النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع القطاعات وقد طالبوا من سيد رئيس الجمهورية والدول الأول إزداد تعليمية أو رخصة استثنائية بخصوص تثمين الشهادات لأن في قانون رقم 0603 المؤرخ في 19 جماد الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وفيه مادة تنص هذه المادة بأن الموظف لما يتحصل الشهادة عديها خلال المصار المهني التاع لا بد على الإدارة أن ترقي حسب الشهادة المتحصلة عليها وبعد سدر القانون الأساسي السابق لكل من الصحة وقضع الصحة والشؤون الدينية قطاع استراتيجي آخر ينتظر أن يفرج عليه وهو قطاع الجماعات المحلية الذي من شأنها تطوير البلديات خاصة بعد استحداث ولايات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر